عايز الحكاية الجاية دي اوريكوا البجاحة يعني تشوف بجاحة اردوغان احنا طبعا زي ما لسه بقلت لحضراتكم من يومين انه خدوا بالكو ده بلطاجي فطبعا هنخش دلوقتي بعد البلطاجي اللي هو السكتنال ودخل بحماره لانه هو طبعا دلوقتي هو الاول قاله دي مذكر التفاهم وبعدين ايه رح واخد عليها موافع مجلس نواب وبعدين دلوقتي بيطبقها انتو عارفين الاتفاق اللي بين حكومة السراج وبين اردوغان جزء عسكري وجزء اقتصاد الاقتصاد ده اللي يهم اردوغان والجزء العسكري حيبتدي يفعله وقال النهاردة قال على فكرة لو حكومة ليبيا ما هو فيه اتفاق عسكري طلبت ان احنا نبعث قوات احنا مستعدين نبعث قوات طبعا هو عنده قوات مش بتاعته دايما عنده قوات بديلة يعني اه شوية من داعش شوية من نصرة شوية من طوار مش عارف ايه يعني هو دايما بيبقاش فيه عسكري توركي قوي بيبقى فيه عنده شوية مرتزقة وحسب وكالة الانادول قال انه في حال دعانا الشعب الليبي فاكرين انبارح هو قال ايه في حال شكرنا الشعب السوري دلوقتي في حال دعانا الشعب الليبي الشعب الليبي هيدعوه ازاي؟ من حكومة السراج طبعا في السراج فحقوا لنا ارسال قوات عسكرية واضاف اردوغان ان تركيا اثبتت عبرة مذكرة التفاهم مع ليبيا تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة على القانون الدولي هناك منزعجون من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها لكن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بالمذكرة خدوا بالكم ان مذكرة التفاهم دي المفروض في اي حتة بيبلها وبيشرب ميتها انما هو طبعا دلوقتي بقت وثيقة دولية ممكن اقول لحضراتكم بقى المرحلة اللي بعد كده اخد بالك لا يمكن لقبرص الجنوبية اللي هي قبرص يعني هو بقى بيسميها قبرص الجنوبية انما هي دولة قبرص يعني ومصر واليونان بص اردوغان بيقولك ايه لا يمكن لقبرص ومصر واليونان اللي هم التلت دول اللي متفقين في ساحل البحر المتوسط ورسموا حدود بينهم وبيطلعوا غاز واسرائيل انشاء خط غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافق التركية انتو عارفين حضراتكم احنا دلوقتي يشغالين على خط الغاز اللي هيطلع الغاز من مصر من مراكز التسييل وبتاعه والاخره ويبعت لغاية اوروبا اردوغان قال لك ايه قال لك مفيش حاجة هتعدي من تحت المية ولا من فوق المية ولا من اي حتة لازم تركيا توافق الاول ازاي عم لا من نرسم الحدود ايه يعني ازاي يعني انا مش نرسم طبعا الحدود وهمية انما انا بقول لكم كده لا مصر ولا ابرس ولا اليونان ولا اسرائيل حتى اسرائيل هو بيقول اسرائيل ليه لانه عارف ان اسرائيل موجودة في الاتفاقية قال لك الاربع دول دول ما يصدروش غازم المنطقة دي الا لما تركيا توافق ينفع الكلام ده الله اعلم انما فيه بلطجة طبعا ده تصريح تصريح التاني قال في ايه لا يمكن لللاعبين الدوليين الاخرين القيام بانشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددت تركيا بموجبها الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة مننا المنطقة اللي هو محددها دي ايه هو اخد نص المياه بتاعة البحر المتوسط نصها كده ويش قال لك بقى اللي حييجي نقب مصر ابروس اليونان اسرائيل لبنان سوريا اي حد حييجي نقب في الحتة دي لا ده دي حدودي مع ليبيا ايه اللي حيحصل هنتعامل مع المجنون ده ازاي امر غاية في الخطورة والغرابة لو تقروا بقية التصريحات والله الكلام اللي موجود في ممالك النار ده مايجي عشرة في المئة منه يعني التمدد والتوسع والبلطجة والضرب بالمواثيق الدولية والقوانين الدولية عشرة في المئة منه ما تفهمش اخرتها مع ايه ما تفهمش اخرتها ازاي واكتر تصريح اللي هو قال لك ايه عايزين قوات وطبعا هو في قوات هناك وطبعا في سلاح هناك طبعا في ليبيا في سلاح تركي ومستشارين اتراك ولكن هو الراجل دلوقتي بيكلمك رسمي اللي هو تأتي زي ما هي موجودة رسمي في قطر زي قاعدة البرية التركية اللي معمولة في الدوحة فيعمل قاعدة برية وقاعدة بحرية وحتشوفه انا بقولك هو سيكون هناك في ليبيا قاعدة برية وقاعدة بحرية تركية رسمية في الفترة القادمة وحتقوله عمره قال مش عبقرية يعني ولا بتاع نفس الحكاية عملها كتير